أكدت دبلوماسي والسفير الأمريكي السابق روبرت فورد أن الإنزال الجوية للمساعدات إلى غزة هو أسوأ إذلال إسرائيلي للولايات المتحدة بما يؤكدهم من عجز الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات ومن جانب آخر اعترفت صحيفة ها أردس بأن التفسيرات الإسرائيلية بشأن مجزرة الطحين بشارع رشيد جنوب غزة غير مقنعة جدل كبير حول الدور الأمريكي في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة فبينما يؤكد كبار الساسة في إدارة بايدن استمرار جهود واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف الولايات المتحدة يوما عن إظهار دعمها الكامل والراسخ لإسرائيل عسكريا وسياسيا على الرغم من كل ظروف وعلى الرغم من الجرائم التي دأب جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقترافها في قطاع غزة لا سيما ضد المدنيين العزل وكان آخر هذه الجرائم مجزرة شارع الرشيد التي لم تكن الأولى من حيث عدد الضحايا لكنها كانت الأكثر وضوحا بالنسبة لاستراتيجية إسرائيل القائمة على استهداف المدنيين وفي مسعى منها ربما لتجميل صورتها نسبيا أمام المجتمع الدولي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزم بلاده على المشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة مع إمكانية فتح ممر بحري لإيصال كميات كبيرة من المساعدات إقرار الولايات المتحدة بعدم كفاية كميات المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة يكشف عن جوانب هامة أبرزها عدم قدرة واشنطن على التأثير على إسرائيل لإدخال قدر أكبر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين وهذا يؤكد أن إسرائيل هي من تمنع وتعيق إدخال المساعدات على الرغم من مواصلة مصر تشغيل معبر رفح البري وتأهيله لإدخال أعداد أكبر من شاحنات المساعدات على الجانب الآخر ومع صعوبة القيام بعملية إسقاط جوي في بيئة مزدحمة مثل غزة يعاني فيها أكثر من مليوني نسمة من المجاعة ينتظر العالم ثمار جهود الوساطة الدولية من أجل التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة مع آمال ضعيفة بأن تدرك واشنطن عدم إمكانية دعم إسرائيل وجيشها دون تأثير على صورتها التي تظهرت أمام المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر